شغور منصب محافظي بنك الجزائر في هذه الفترة الحساسة يثير الكثير من المخاوف خاصة وأنه يأتي في ظرف يتطلب تسييرا حذرا للمال العام وضع يطرح أكثر من سؤال حول كيفية تسيير المنظومة المصرفية والمالية ومن يملك الصلاحيات لاتخاذ القرارات الصعبة إدارة البنك المركزي تستمر هذا ليس عن السيولة تنقص الله جولة لكن الإدارة الشيء وشخص شخصية البنك المحافظة الشيء الثاني ثلاث أغراض أولا لتسيير البنك وحتى لتسيير الهيئة النقدية لأنه هو في نفس الوقت رئيس الهيئة النقدية لطوريتي موريتان لا يمكنه خلال ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر أو أكثر ما العرف أن الهيئة النقدية تبقى بدون رئيس ثانيا لتأطير القطاع المالي والمصرفي بيقظة كبيرة خاصة بالنسبة للتحويلات التعاملات التجارية الخارجية حاليا تتطلب أكثر يقظى حسب أهل الاختصاص خاصة أمام تواصل هذا الفراغ في منصب محافظي بنك الجزائر كينهيئتين اللي يبدأ أن يكونوا يقظى قصوى البنوك والجماري وبالتالي التقنين موجود إحنا الجزائري كانوا يقولوا أنه في الخارج يقولوا أنه البروستيديون يعني الإجراءات يعني ثقيلة طامية ثقيلة لأنه ما يمكنش أن الأشياء تخرج ولكن رغم ذلك ما دامت البلد فيها 40 إلى 45 مليار دولار اللي تستورد لابدى خلال هذه المرحلة مناش كلنا ملائكة مناش معصومين كلنا لابدى أن تكونوا يقظى قصوى ترقية المحافظة السابق لوزير للمالية والتأخر في تعيين خليفته من شأنه التأثير سلبا على المنظومة المصرفية ما يستدعى إيجاد حل سريع لتفادي الفراغ وضمان التسيير الحسن وفق ما تقتضيه الظروف الراهنة